السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا معي في هذا الفيديو الذي موضوعه رح يكون حول طريقة تفصيل وخياطة خمار التبقات اللي تقدري تستخدميه كمشروع تسترزقي به لما لا لأنه سهل وبسيط والشرح رح يكون واضح في هذا الفيديو بإذن الله كالمعتاد يلا نبدأ مع بعض أنا هنا استخدمت قطعة قماش صغيرة كانت موجودة عندي أعملت لها مقاسات عشوائية أنتم تقدروا تستخدمون نفس المقاسات اللي رح أعمل بها في الفيديو أو بإمكانكم أخذ مقاسات خاصة بكم بشريط المقاسات أول شي نوعية القماش اللي نقدروا نستخدموها إما كريب أو فولار أو أي نوع يساعدكم على حسب الجو والاختيار يعني نوعية رح تكون اختيارية فيما يخص الطول رح نحتاج 350 سنتيم ثلث مترات ونصف وفي العرضة 150 سنتيم يعني أطوي القماش إلى اثنان بعدها نبدأ ونفصل الجزء الأول والثاني والثالث لأنه جزء رح يجي من أمام وجزءين أو طبقتين رح يجي من الخلف فيما يخص أخذ أو طريقة أخذ المقاسات رح تكون كالآتي أضع شريط المقاسات في منتصف الرأس عند النقطة A وننزل للأسفل إما عند النقطة B أو C أو D أو E اختياري هذا رح يكون طول أول قطعة أو أطول قطعة إذن القماش عندما نطويه يصبح بهذا الشكل من هنا جهة مطوية وهنا جهة مفتوحة وهنا جهة مفتوحة أيضا من هنا جهة مفتوحة الطول رح يبقى نفسه ثلث مترات ونصف والعرض عند طويل القماش رح يصبح 75 سنتيم بعدها نبدأ بالتفصيل نبدأ بالطبقة الأولى الطول مثلا رح أعمل 116 سنتيم العرض أعمل 60 سنتيم أدخل من أعلى ب 17 سنتيم هذا المقاس رح يكون خاص بفتحة الرأس بعدها انقيس 60 سنتيم ثم أحدد النقطة كما هو موضح في الفيديو أربط بالمسترة وشكل خط مستقيم ثم أدخل في أسفل الخمار ب 20 سنتيم أضع النقطة أربط النقطتين A و B رح نسميها نقطة B والنقطة السابقة نسميها B A رح أربط النقطتين A و B مع بعض ثم أحدد نقطة المنتصف أخرج منها 10 سنتيم وأحدد النقطة بعدها رح أستخدم المسترة وأشكل قوس يمر بجميع النقطة بهذا الشكل يبدأ بالنقطة A مرورا بنقطة المنتصف ووصولا إلى نقطة B نقص كامل القطعة التي حددتها الآن وبهذا نكون قد فصلنا القطعة الأولى اللي هي أطول قطعة في الخمار بعدها ننتقل لتفصيل القطعة الثانية الطول رح يكون ناقص على طول القطعة الأولى ب 20 سنتيم أي يصبح طول القطعة الثانية 96 سنتيم أو بإمكانك أن تقيسي الطول اللي تحبيه من منتصف الرأس إلى الأسفل عند الطول المرغوب فيه المقاس أو طريقة أخذ المقاس ستكون بنفس الطريقة السابقة ننتقل لفتحة الرأس رح أدخل ب 17 سنتيم أنزل أيضا ب 60 سنتيم أدخل من الأسفل ب 20 سنتيم وأرسم مستقيم يربط بين النقطة A و B بعدها أحدد المنتصف وأخرج ب 8 سنتيم أشكل قوس بنفس الطريقة السابقة وبهذا نكون قد فصلنا القطعة الثانية رح نقصها وأضعها جانبا ننتقل بعدها لتفصيل القطعة الثالثة طولها رح يكون ناقص ب 20 سنتيم على طول القطعة الثانية يعني يصبح طول القطعة الثالثة 76 سنتيم أدخل ب 17 سنتيم لفتحة الرأس بعدها أنزل ب 60 سنتيم بنفس الطريقة السابقة أشكل مستقيم وأدخل ب 20 سنتيم في أسفل الخمار أرسم مستقيم يربط بين النقطة A و B ثم أحدد نقطة المنتصف بنفس الطريقة المعمول بها في القطعتين السابقتين بعدها هنا رح أخرج من نقطة المنتصف ب 6 سنتيم ثم أربط الكل أو أربط كل النقط مع بعض وبهذا نكون قد فصنا القطعة الثالثة نقصها وأضعها جانبا الآن رح ننتقل لتفصيل بندانة الرأس رح نقص شريط طوله 120 سنتيم وعرضه 20 سنتيم بعدها رح أطويها على أربعة شكله رح يصبح هكذا من هنا جهة مطوية وهنا جهة مطوية ومن هنا ومن هنا جهة مفتوحة بعدها رح أدخل عندها الزاوية السفلية بثلاثة سنتيم وأستعين بالمسترى وأشكل قوس بهذا الطريقة وهذا هو الشكل المتحصل عليه وهذه هي القطعة المتحصل عليها كما ذكرت في بداية الفيديو أني استخدمت قطعة قماش صغيرة أعملت عليها مقاسات عشوائية أنتم بإمكانكم استخدام نفس المقاسات اللي أعملت بها في الفيديو أو بإمكانكم أخذ مقاسات خاصة بكم بشريط المقاسات حتى تحصلوا على ثلاث قطع بهذا الشكل وبونداند الرأس أيضا ولكن بحجم أكبر أول شي رح أعمل سرفلة لجميع القطع فيما يخص بونداند الرأس سأطويها على اثنان وأعملها سرفلة بهذا الطريقة ثم نبدأ بالخياطة نخيط القطعة رقم واحد مع القطعة رقم ثلاثة اللي هي أطول قطعة مع أصغر قطعة نقابل الوجه مع الوجه ثم أعمل خياطة على الجوانب فقط نعدل بالإبر ونخيط على بعد واحد سنتيم بعدها أضع القطعة رقم اثنان فوق القطعتين السابقتين يعني قطعة رقم واحد وثلاثة نخيطهم مع بعض الجوانب ثم نخيط معهم القطعة رقم اثنان أيضا جهة من جهة الجوانب نعدل بالإبر ونخيط على بعد واحد سنتيم ثم بعد الخياطة أقلب الكل رح تصبح قطعة رقم اثنان من الأمام وقطعة رقم واحد وثلاثة من الخلف بعدها ننتقل لتركيب البوندانا وحدد المنتصف ونخيطها مع قطعة واحد وثلاثة قطعتين الخلف نعدل بالإبر ونخيط على بعد واحد سنتيم ثم من الأمام ثم رح نركب الشريط المطاطي استخدمت الشريط الذي سمكه 0.5 أو 0.5 سنتيم بعدها قصيت نفس مقاس أو طول فتحة الرأس من الأمام ثم نخيط بعد ما خيط رح أقلب الكل على بعد واحد سنتيم ونخيط كما هو مواضح في الفيديو فيما يخص الكفة السفلية بإمكانك أن تكتفي بالسرفلة فقط يعني تعمني سرفلة على كامل الخمار من أسفل ويكون من نفس لون القماش أو تعمني كفة صغيرة تطبيق القماش على 0.5 سنتيم وتخيطي هذه المرحلة ستكون اختيارية وعلى حسب نوعية القماش وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى أن نكون استطاع تنفيدكم ولو بالقليل ننتقي في فيديو قادم إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم اشتركوا في القناة